دكتور منصور وجامعي باني سويف تعليم يستهدف أبنائنا بتوى الطبقة المتوسطة اللي عاوز يحصل على أكبر قدر ممكن من أو قصة من التعليم وفي نفس الوقت يبقى على أرقى قدر ممكن أيضا من النحية الأكاديمية باني سويف هتقدم إيه؟ هاخد أنا الحتة الأخيرة من الجملة بتاعت حضرتك اللي هو الأرقى إحنا الحاجات دي مش من فراغ يعني البرامج البنية بس عشان أطمن الناس إحنا عندنا في الوزارة حاليا 337 برنامج في كل الجماعات المصرية منهم 62% علمي حاجات علمية و38% حاجات علوم إنسانية وأدبية ده يطمئن أن إحنا دخلين على تجربة مدروسة كبرامج في الجماعات الحكومية في أعضاء هاي التدريس متدربين وده مهم جدا وفيه يعني كيفية يعني إدارة هذه البرامج الحاجة الثانية أنا برضو كنت حاجة بتقول المصرفات إحنا أولاً هيبقى فيه تنسيق حكومي يعني إحنا دلوقتي هيبقى فيه تنسيق المرحلة الأولى تشعرسين أولادنا يبقى عارفين برضو الجماعات الحكومية هيبتدت تنسيق الأسبوع ده بعد نتيجة المرحلة الأولى هيبقى فيه مرحلة تانية ومع المرحلة التانية هيبقى فيه تنسيق الجماعات الأهلية في نفس الوقت الحاجة التانية المصرفات يعني إحنا طبعاً كنا مقدمين يعني هتبقى فيه مصرفات مدعومة بنسبة 40 إلى 60% يعني المصرفات اللي هتنزل للجماعات كلها هيبقى مدعومة من الدولة بنسبة 40 إلى 60% ودي هدية فخامة الرئيس للطبقة المتوسطة يعني إحنا ويعني فيه دعم للجماعات الأهلية أنا مش عايزة أقول لحيك الـ 11 جامعة كلفت حوالي 31 مليار ونص وده مدفوعة يعني كاملة ودعم من الدولة تسدد الجماعات دي على 20 سنة فده طبعاً دعم قوي من الدولة بالنسبة للبرامج عندنا إحنا جامعة من السوف يعني كان لها رؤية أنا عندي في الجامعة قبل ما نبتدي الجامعة الأهلية إحنا عندنا حوالي 5-6 كليات أصلاً بينية يعني كلية علوم الأرض دي بينية فيها برامج بينية كلية علوم الملاحة علوم الأرض دي لها جيولوجيا زمان يعني المفهوم كده كان قسم الجيولوجيا لكن الخرجين دولة بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا في الغاز في التعدين في البترول ما تبقى اللي كان بيقوله لنا دكتور جمال قالوا التخصصات التقليدية بتاعت زمان خلاص وعندهم سوق عمل مش عايز أقول لحضرتك على طول أول ما بتخرج كلية تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء دي حاجة بينية بين هندسة وبين الفلك وبين العلوم كلية علوم الأعاقة لا عندنا إحنا تكنولوجيا ملاحة وعلوم فضاء عندنا الكليي دي وده الكليية الوحيدة في الشرق الأوسط عندنا معاهد برضو زي المعهد النباتات الطبية والعطرية ده برضو بين صيدلة وزراعة وعلوم طب بالمناسبة وده جد والله مهزور هي الكلييات دي ينفع واحد زي حالتي كده عنده 47 سنة يروح يقدم فيها يعني أنا عايز أخش لكلية النباتات الطبية دي دي يتحضر بسط نينفع ينفع انا خليك اقتصاد هنشوف اللايحة لكن دي انا تبقن اللايح انا مع اللايح انا عمديش أزم اصلا دي هتبقى فكرة حلوة طبعا حد زي حالتي يبقى فيه كان عنده حل مما وكان بيدور ملقاوش فدلوقتي يلاقي الكليات في هذا المعهد اتوجه الدولة الجرنة يبقى فيش حاجة اسمها حد عايز يتعلم يتقلل لأ في كل واحد عايز يتعلم حيلاقي نوع من التعليم مناسب مفيش اتجاه في مجال واحد خالص دلوقتي فيه برامج عندنا يعني بالاضافة الى القطاع الطبي احنا عندنا برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة برنامج علم النفس الاكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات ده لأداب برنامج الانتاج التلفزيوني والسينمائي ده كلية اعلام ايوة دي لانا كنت بكلم محاولاتكم فيها وفيه محاولات التوأمة ان شاء الله ارشح لكم فانكوبر فيلم سكول فيه كليه تجارة برنامج نظم معلومات الاعمال فيه برنامج الزكاء الاصطناعي وعلوم البيانات برنامج هندسة الامن السبرالي بالاضافة الى برنامج المعلومات الطبية فيه برنامج كليه علوم علوم المواد وتكنولوجيا نانو برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة وبرنامج التصميم المعماري والعمار الرقمية ده كليه تهندسة ده تحت دي مجالات تابعة كليه تهندسة يعني كل البرامج اللي احنا بنقولها دي تتبع كلية انا بس عايز اقول لحضرتك حاجة ان نوع الجامعات ده مختلف تماما احنا دلوقتي احنا شغالين في الوزارة في التجاهين في اللجان وعندنا ورشة عمل يوم 18 و 19 في تعديل قانون الجامعات الحكومية اللي موجود اللي احنا مكنش قادرين او لسه هنعدله احنا عمناه في الجامعات الاهلية شكل الجامعة الاهلية حضرتك ما بقاش فيها يعني لو تبصوا على النواب الجامعة رئيس الجامعة في نائب اسمه نائب اكاديمي نائب نائب للشؤون للعلاقات الدولية نائب للتوظيف والابتكار حظيم فكر تاني خالص مش دراسات عليا وطلاب وبيئة لا مش المسألة التقليلية زي ماك حتى كان بيكلم دكتور جمال مسألة مش في الدراسة لم تعد بالشكل التقليدي وعلى ما يبدو كمان ان الهيكل الهيكل متغير تماما ما لازم يبقى فيه موأمة للحيكل مع النصبات الجديدة لما يكون نائب رئيس جامعة للابتكار والتوظيف وربط البحث بالصناعة وتنمية المجتمع ده فكر تاني خالص اشتركوا في القناة